اشتركوا في القناة وصلنا الآن مشاهدين لمقر إقامة المشجع المغربية تطواني ريانو الذي سنقوم بإعداد تقرير خاص عن هذا المشجع الذي ربما أثارت صورته القيلة والقال لما فيها من حماس ووفاء للمنتخب ولهذا الوطن الجميل نتابع من تطوان إلى القاهرة رحلة تشبه أخرى ربطت ذات يوم بين تطوانا والرباط أو تطوانا وأيام أو تطوانا وموسكو فهذا الفتى وأبيه للوفاء والتضحية عنوان هنا في حدائق القبة يقيم ريان وتحديدا في منزل مضيفهم منير المنزل تحول إلى مدرجات تملأها الرايات وتصدح بها الشعارات المساندة للفرق الوطنية وللأسود ريان وصل قبل أيام للقاهرة فمن المستحيل أن يضيع هذا الفتى فرصة مساندة النخبة الوطنية من قلب العاصمة المصرية سورة ريان في مباراة ناميبيا تسيدت وسائل التواصل الاجتماعي حتى الثعلب الفرنسي إيرفيرونار وضعها على حسابه في تويتر حين أراد تحية الجماهير المغربية ريان نال حب الشعب وهدية من شركة مصرية على لافتة حب لأهل مصر رفعها هناك في ملعب السلام أنا مدرت هذه الفرحة كان عندي تفاؤل بأنه أنا كانت عندي إحساس قوي والشركة اللي شافوني قدرت واحد لافتة شكراً على حسن الضيافة أهل مصر كانت رسالة وعيطونا في الهاتف جزء شركة من مغرب ومصر قال لك بأن أنت أدخل واحد الجائزة معرفنا الشنية هذا الفتى وببراءة الأطفال يستحق مننا التقدير والاحترام لذا آثرنا أن يتكفل هو بإنجاز هذا التقرير فكانت هذه المقابلات سي محمد كنا أعرف أنت من مدينة القنطرة ومتواجد في القاهرة كيف تقوز الأجواء في القاهرة وأنت من جالي المغربي المتواجد في القاهرة الحمد لله صافي أنه بشرحنا هنا في مصر والحمد لله تعودنا على الأجواء مع الحرارة ومع كل حاجة ولكن الحمد لله من يجا وعدنا أخوتنا المغربة هنا نعيشو هنا شوية وفكرونا في البلاد ذكرة والحمد لله المنتخب هو السبب اللي يجمعنا كاملين والحمد لله غادي نفوزوا على كوديفوار بجوجل واحد إن شاء الله نحسو براسنا بوحدنا هنا في القاهرة من بعد تنظيم الكان 2019 اللي إن شاء الله بقينا نتاظره وبقينا أعطانا شوية دي القوة باش بقينا الصابرين تنتنا ونهار الافتتاح دي الكان اللي يجو في المغربة فعلا ببدأ التواصل بينتنا نحسو هنا من تنتبار بروكسيل بروكسيل اليونان سبع سوية أسكال في المعطار بس في المعطار بخاطر الوطن بس في أي بلاسة مش مشكل السيشور في مكن شبه مصارف مشكن نسفروا القابون وروسيا ومصار بسم الله الرحمن الرحيم المصارف هي من الخاص في هذه الشقة يتواجد مشجع مصري عاشق للأهلي وللمغربة تطواني اسمه علي عبد الحميد هذا الشاب له قصة حب وهيام بنادي الحمام البيضاء ويحفظ تاريخه عن ظهر قلب التاريخ دي اللي أعطيتك تطوان كبير جدا وثالث أقدم عندياتي في المغرب بعد راسك مبيطوي وأولمبيك أسفي والتاريخ دي الفريق اللي هي في الليجة الأسباني ست بطولات أربعة قبل الاستقلال واثنين بطولات في حس الاحتراف لها بموندياليتو عصبة أفضل أفريقيا تاريخ طويل ريان نموذج لطفل مغربي سحرته الساحرة المستديرة فأصبح جزءا لا يتجزأ من حياته وأبرز تجلياته تحضر في مساندة المنتخب الوطني وهو ما ينطبق على آلاف الأوفياء الذين وحدوا القبلة صوب قاهرة المعس هادي الربح ونشيبوا اللقاء يحيى المنتخب يحيى المنتخب هادي الربح ونشيبوا اللقاء يحيى المنتخب هادي الربح ونشيبوا اللقاء سمعنا وراء أمنا من جمور لك سلطة طبنا أسود لم استعدوا مجود بعد دقاق من الآن ستبدأ الحصة التدريبية الثانية لمنتخب الوطني في ملعب حرس الحدود بعد الانتصار على منتخب ناميبيا في المباراة الأولى أدعوكم مشاهدين للتعرف على تفاصيل هذه الحصة التدريبية وأيضا استقاء بعض التصريحات من نجوم المنتخب الوطني بعيدا عن الأنصار قريبا من أسود الأطلس الساعة الآن تشير إلى السادسة إلا ربع مساء رونار وطقمه الفني كالمعتاد أول الواصلين لملعب حرس الحدود حجي وبوميل يقومان بآخر الترتيبات بانتظار وصول النخبة الوطنية مر الوقت سريعا وبدأ رونار بمخاطبة المجموعة لتحديد أهدافه المرسومة في هذا الميران في الصورة بالهندا يتمرن وزياش يعود للتدريب الجماعية روح المجموعة حاضرة والانتصار على ناميبيا منح رفاق بن عطية شحنة معنوية قبل موقعة الكودفوار لقد كانت مباراة ناميبيا صعبة للغاية الخصم ركن للدفاع وصعب علينا المأمورية ولكننا في نهاية المطاف تمكننا من الانتصار بهدف نظيف وهذا ما كان علينا القيام به والآن نحضر بجد للمباراة المقبلة في كتيبة الأسود أسماء اللامعة لم تحظى بالرسمية بعد ومن بين هذه الأسماء حارس العرين منير المحمدي هذا الأخير يؤثر الجلوس في المدرجات استدعى الأمر على أن يفوت فرصة تمثيل وطنه في هذا العرس القاري مباراة الكودفوار هام وعتدنا على اللاعب مثلها كما فعلنا في تصفيات كأس العالم حين وجهنا نفس الخصم ألا نستعد بجدية لهذا اللقاء الهام من أجل تحقيق التأهل للدور القادم نبحث عن فوز لتعزيز الثقة بالنفس لدى المجموعة في منافسات الكأس الأفريقية بخصوص وضعي كاحتياطي أنا هنا من أجل مساعدة منتخب بلدي إن كنت في دكة البودلاء أو في المدرجات فأنا هنا لمساعدة المنتخب الوطني وأنا أسعى لتقديم أفضل ما لدي حتى لو كنت في دكة الاحتياط فذلك هو الأهم هذا مشاهدين الكرام نصل لختام حلقة اليوم من نوفا الفلكان حلقة صلتنا من خلالها الضوء على الجماهير المغربية وعلى أصغر مشجع لو هو ريان وأيضا على جديد وسود الأطلس قبل موقعة الكودفوار يوم الجمعة المقبل لكم تحياتي نوفا العوامل عبدالصمد المنتصر من العاصمة المصرية القاهرة اشتركوا في القناة